أكثر من خمسين ألف موظف بعقد أو محاضر بأجر أو آخر مجاني يعملون ضمن ستة عشر دائرة حكومية لا تسد أجورهم الشهرية حاجة هذه العوائل التي يمتلك أغلب أربابها شهادات مختلفة فالتعامل مع هذه الشرائح لم يكن منصفا منذ أن دخلوا الخدمة البعض لديه أكثر من ثماني سنوات وما زال مهمشا عليك الاهتمام بالتعليم ولا يتم ذلك إلا من خلال تثبيت المحاضرين والإدارة كونهم يشكلون اليوم العمود الفقري العملية التربوية نحن اليوم لا يرهنون على صبرنا ولا يرهنون على أننا وحنا تربويين قدرنا نحصل قرار مئة تاثين هم معلمونا على هذه الثقافة ثقافة التظاهر إلا تدوس عليهم يا الله تأخذ حقك من عدهم لو كمسؤول شريف كان نزل لهنانة كان يجى ونزل بين المحتصمين اليوم أربع تيام الشرائح التربوية نايمة بالشارع وأي دور معلوم معافض البصرة وينك ليش ما تجي التربية هي أكثر الدوائر التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين لديها من أجور وعقود بعضهم ضمن تعاقدات المحافظة وآخرون عقودهم مزارية بصراحة لا الكتب بدأت تنفع ولا المخاطبات فطرنا ننزل للشارع والشارع اليوم أصبح هو اللي يجيب لك حقك البعض عوائلها عايفتها وأشغالها لكن أنت ما بليتحيلة يعني في سبيل أن إذا ما تطالب حقك فما رح يجيب لك حقك لكن مطلبنا الأول والأخير هو مثل ما تعرف هو تضمين فقرة واضحة وصريحة لموازنة 2023 تنص على تثبيتنا لكن أن تكون هذه الفقرة بإضافة تخصيص مالي يعني تموت خليلي فقرة وتقولي بدون تخصيص مالي لسنوات من 2015 إلى 2022 نحن تعبانين يعني المدارس الضغط العلينات جايين واجهة كل الشيء يعني إحنا قوي إحنا من حقنا يعني كباقي الوزارات بأن الوزير ينظر لعمرنا ويثبتوننا لأن إحنا خدمنا السنوات طويلة وهذا الشيء من حقنا نحن مستمرين بالاعتصام والإضراب عن الدوام لحين تحقيق مطلبنا وهو التثبيت على الملاك الدام اسوة بباقي الوزارات الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم أنهم مسؤولون نعم هم اليوم مسؤولين عن هذه الشريحة المهمة التربوية من المحاضرين والإدارين في عموم العراق لذلك حق مشروع عليهم هو تنفيذ مطلبنا وهو أبسط حقوقنا التثبيت رغم وجود التخصيصات المالية ووفرتها في الحكومة الحالية إلا أن الإهمان لا زال يخيم على هذه الشرائحة المهمشة فما هو دور نواب المحافظة؟ وزارة التربية تعاني ما تعاني من نقص كوادر وبالتالي الكوادر موجودة وكفاءات موجودة والتخصيص المالي موجود العراق اليوم عندها فائض مالي كبير عندنا احتياط منق مركزية صلى 90 مليار دولار وعندنا فائض في خزينة الموازنة 15 مليار وفي الديفاي الأمريكي عندنا حوالي 10 مليار دولار فعندنا مبالغ كبيرة كذلك محافظة البصر غنية بالموارد فما معقول أنه نبخص على أهنا وشبابنا وأخوتنا وبقضية بسيطة لتثبيت اللي هي بعيدة عن الموازنة وبعيدة عن قانون الأمن الغذائي لأن الموضوع يخص قرار مجلس وزراء اللي هو ما ينتهي من هذه السنة المالية يفترشون الأرض ويحملون العلم على أكتافهم محاضرون مجانيون وعقود للتربية أحملهم السياسيون دون اكتراث لأمرهم لقناة الرشيد أحمد علي